سمعت بمقولة يمكن المقولة هذه من أشهر المقولات في مسارات التاريخ يقولك التاريخ لا يكتبه للمنتصرون هذه دقيقة جدا حتى في الوقت الحالي في أي وقت سنوات ماضية سنوات والمستقبل كله يعني هل تعتقد الدولة انتصرت على حساب دولة المرخين الدولة الثانية راح يكتبون حقيقة الدولة الأولى الأحداث التي صارت تفاصيلها وهم في ظل سلطان كاره للدولة السابقة يعني لو مثلا جبنا بالأمثلة القديمة يعني مثلا هل انتصار بني العباس على بني أمية راح يخلي الكتاب العباسيين في ذيك الحقبة يذكرون تفاصيل ونجاحات أمجاد بني أمية هي الغلبة أو ما يعبر عنها بالغلبة هذا هو التفصيل الطبيعي في كل الأحداث التاريخية فتجد مثلا الكتاب اللي يكتبوا في الأندلس أنصفوا بني أمية أكثر من الكتاب اللي يكتبوا في دولة بن عباس في العراق فهذه تفاصيل طبيعية جدا على ذكر الأندلس أنت رايحين 13 مرات أكثر أكثر من 13 مرات جدا رحت والله كثير كثير أصحاب المشروعات البحثية بعيدة المدى والطويلة اللي قاعدة وسنين ودين ما راحوا كثر ما رحتهم؟ ممكن راحوا واستقروا بس أنا كنت أروح باري وارجع لأن أنا كنت كان لأصدقاء كثر عبارة كان تعطي طبع لهم عدب أصدقاء لا الحين لا لا بس كانوا موجودين وكنت أحاول قدر الإمكان فاليوم اللي راحة أن يتواصل مع شخص من بقايا بني أمية بقايا بني أمية؟ نعم موجودناك هو صار اسمه خسيها الحين والذي تغير مرة تماما ولكن كنت أريد أن أرى جينات من ذلك الناس أريد أن أرى التفاصيل كنت أزور قرطبة فرناطة ملكة طليطلة وغيرها وغيرها من المدن وكنت على تواصل مع الموجودين أن أي شيء تلقونه جديد صوروه ورسلوه لي الشباب الموجودين الناكل يروحون وش فيه من جديد؟ في بعض المساجد وبعض القبور بعض بقايا القصور يجدونها في الريف في القرى دولة دامت القرون دي كلها تجد أحب البيوت اللي ما يكون فيها عبث ما تغير فيها كثير المساجد اللي ما تغيرت فيها كثير طليطلة في الوقت الحالي يوم جيتها آخر مرة تفاجأت أنهم يرجعوا للهوية العربية فإذا دخل طليطلة مكتوب قدامك مرحبا بك في طليطلة مرجعين التماثيل للعرب اللي كانوا موجودين والمسلمين والمخترعين قالوا أن هذا جزء كبير من هوية المكان ليه نشطبه؟ فأحداث تاريخية جميلة أماكن تستشعر فيها المؤرخين والعلماء اللي كانوا موجودين هناك تاريخ الإسلامي بشكل عام تتفق تخترف مع من يقول بأنه قرأة قراءة مجتزأة من السياق العام وأن الأديولوجيا ادخلت على مواضع أبرزتها وأخفت مواضع أخرى في تاريخنا الموضوع ما هو بالطريقة هذه الموضوع طلع لنا كتاب كثر في التاريخ الإسلامي دول كثر في التاريخ الإسلامي كل نكتب من عنده كل نوضح من عنده وطلع لنا في التاريخ الإسلامي إذا جينا نتكلم عن حتى الميثولوجيا الإسلامية الميثولوجيا اللي هي الأساطير الأساطير علم الأساطير بشكل عام علم صعب أنك تعرفه صعب ماذا لون؟ لأن التعريف ما تلقى تعريف العلم الأساطير يرضي الجميع هل تتكلم عندنا واللي عند غيرنا؟ الحين تتكلم بشكل عام علم الأساطير المفروض أن الأساطير دائما ترتبط بحدث ديني خلف الخلق والتكوين والإله تتكلم عن زيوس هيركليز والتفاصيل في كل ديانة لهم تفسير علم الأساطير عندنا حينما كمسلمين علم الأساطير هو عبارة عن أباطيل يقولون مثلا يقول مسعود سطر الرجل تسطير إذا أتى بالأباطيل الأباطيل لو تجع مثلا للقرآن صورة الأنعام والأنفال صورة النحل أساطير الأولين أساطير الأولين تعني دائما الكذب بطران تماما هل عندنا مثلوجة عربية نعم موجود عندنا مثلوجة عربية موجود عندنا أساطير إذا أخذناها تعريف إنها حكايات قديمة خرافية يعني مثلا عندنا العنقاء شو العنقاء ذي اللي كانت تأكل الطفل واللي يجي بجناحينها ضم بنت وتشيلها وراحوا إلى حنظله ابن صفوان التميمي اللي هو نبي وقتلها وانتهت العنقاء ولا عندنا الغول ولا السعلوة ذيك الفتاة الجميلة اللي إذا جاه الرجل أكلته ولا عندنا البهموت الحوت اللي الأرض على ظهره هذه هي مقد النسق الشعبي أساطير شعبية أقرب ولا ما وصلتنا حنك أساطير شعبية ولكنها من مئات السنين